أطلقت لجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومن الهجرة غير الشرعية والإدجار بالبشر مشروع مكافحة الإدجار بالبشر والممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بمقر وزارة الخارجية يتضمن المشروع عددا من المحاور منها رفع مستوى الوعي العام بجريمة الإدجار بالبشر وأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لإعادة إدماجهم في المجتمع اجتماعيا واقتصاديا يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتدشين عدد من حملات التوعية لمكافحة جريمة الإدجار بالبشر إلى جانب تعزيز خدمات الحماية لضحايا هذه الجريمة عن طريق تنظيم وتطوير دور الإيواء والرعاية الخاصة بالضحايا وتدريب القائمين عليها